الرجل لا يجوز له أن يخلو بابنة عمه أو يسافر بابنة عمه أو يصافح بابنة عمه أو يقبل بابنة عمه لماذا لأن أجنبية هذه تحله بعقد النكاح لكن يجب على من في البيت أن يلتزم الأحكام الشرعية لا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة ولا بالمرأة أن تخلو بالرجل ما دام أنه ليس محرما عليها ولا محرما لها الأمر الثاني لا يجوز أن يكون بينهم تصافح عفوا مصافحة لا يجوز أن يكون بينهم مصافحة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه يعني الله عز وجل قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ومع ذلك ما صافح النبي عليه الصلاة والسلام امرأة لا تحل له كما قالت عائشة رضي الله عنه ما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في يد امرأة لا تحل له و صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لأن يدق في رأس أحدكم مخيطا خير له من أن يضع يده في يد امرأة خير له من أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له ولذلك تلفاضل إذا كان هناك أولاد عم لكم فالسلام يكون بالكلام ما يكون بالمصاف